مجز الأخبار من قناة المحور أهلا بكم يتوجه الرئيس السيسي إلى العاصمة الصينية بكين تلبية لدعوة الرئيس الصيني شي جان بيينغ للقيام بزيارة لجمهورية الصين الشعبية ستتضمن عقد مباحثات قمة بين الرئيس السيسي والرئيس الصيني ولقاءات مع كبار قيادات الدولة الصينية حيث ستتم مناقشة أوجه تعزيز العلاقات الثنائية وفتح آفاق أوسع للتعاون في مختلف المجالات تزامنا مع الذكرى العاشرة لترفيع العلاقات بين مصر والصين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة وصرح المستشار الدكتور أحمد فهمي المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية أن المباحثات ستشمل كذلك مختلف القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وعلى رأسها الحرب في غزة وسبل استعادة الاستقرار في المنطقة بما يحقق تطلعات شعوبها نحو السلام والأمن والتنمية كما أنه من المقرر أن يلتقي الرئيس السيسي برؤساء عدد من كبرى الشركات الصينية العاملة في مجالات متعددة حيث ستتم مناقشة فرص جذب مزيد من الاستثمارات إلى مصر في ضوء توجه الدولة لتعزيز آليات توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا من خلال التعاون مع القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي المباشر وأضاف المتحدث الرسمي أن الزيارة ستتضمن أيضا حضور الرئيس السيسي الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري العاشر لمنتدى التعاون العربي الصيني الذي يعقد يوم 30 مايو الجاري بمشاركة الرئيس الصيني وعدد من القادة العرب والذي من المقرر أن يناقش مختلف أوجه العلاقات العربية الصينية وسبل تعزيزها استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وفدا من أعضاء الكونجرس الأمريكي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري برئاسة عضو لجنة الاعتمادات بمجلس الشيوخ بحضور رئيس المخابرات العامة وصرح المستشار دكتور أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي أكد ضرورة تكثيف الجهود لاحتواء الموقف ووقف الحرب بما يضح حدا للمأساة الإنسانية المستمرة التي يعيشها أهالي قطاع غزة ويحول دون توسع الصراع وامتداده المزيد من التفاصيل في التقرير التالي استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وفدا من أعضاء الكونجرس الأمريكي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري برئاسة السانيتر جيري موران عضو لجنة الاعتمادات بمجلس الشيوخ بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الوفد الأمريكي أكد أن زيارته تأتي في إطار الأهمية الخاصة التي توليها بلاده للشراكة الاستراتيجية مع مصر منوهين إلى إسهامها الكبير كركيزة للاستقرار الإقليمي وتقديرهم للجهود المصرية لإرساء السلام والأمن بالمنطقة لافتين في هذا السياق إلى الدور المصري الجوهري في دفع الجهود الرامية إلى التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل المحتجزين والرهائن والأسرى بالإضافة إلى الجهود الهائلة التي بذلتها مصر وما زالت تطلع بها لإدخال المساعدات الإنسانية لأهالي غزة معربين عن بالغ الشكر والتقدير لدور مصر والقيادة المصرية في هذا الصدد وقد شهد اللقاء حوارا معمقا حول مجمل الأوضاع الإقليمية أكد خلاله السيد الرئيس ضرورة تكفيف الجهود لاحتواء الموقف ووقف الحرب بما يضع حدا للمأساة الإنسانية المستمرة التي يعيشها أهالي قطاع غزة ويحول دون توسع الصراع وامتداده مشددا على المخاطر الناجمة عن العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية وتداعياتها الإنسانية والأمنية كما شدد السيد الرئيس على ضرورة الانخراط الدولي الجاد في تطبيق حل الدولتين وفقا لقرارات الشرعية الدولية وصفه مسار تحقيق العدل والسلام والأمن لجميع شعوب المنطقة أعلنت القوات المسلحة المصرية إجراء تحقيق بواسطة الجهات المختصة حيال حادث إطلاق النيران بمنطقة الشريط الحدودي برفح مما أدى إلى استشهاد أحد العناصر المكلفة بالتأمين أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء استمرار دعم سعر الخبز بصورة كبيرة حيث أن مصر تنتج مئة مليار رغيف مدعم سنويا وتبيعه بخمسة قروش مشيرا على أن الحكومة تعمل الفترة الحالية على أن تكون الموارد ملائمة للمصروفات خلال الثلاث سنوات المقبلة جاء ذلك خلال كلمته بمؤتمر صحفي عقب جولته التفقدية لعدد من المشروعات بالإسكندرية والبحيرة وأوضح رئيس الوزراء أنه تم زيادة سعر الإردب للقمح لدعم الفلاح مشيرا إلى أن الحكومة دفعت للفلاح المصري ما يقرب من 40 مليار جنيه للفلاحين بخلاف القمح الذي يتم استيراده بالدولار لافتا إلى أن دعم رغيف الخبز يتخطى المئة مليار جنيه صرح الكاتب الصحفي ضياء رشوان المنصق العام للحوار الوطني بأن مجلس أمناء الحوار قرر الاجتماع لمواصلة فعاليات الحوار الوطني بداية الإسبوع المقبل بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب وذلك نظرا للأوضاع الحالية المحيطة بالبلاد وأوضح المنصق العام أن جدوى الأعمال الاجتماع سيتضمن إدخال موضوعات الأمن القومي والسياسة الخارجية ضمن مناقشاته وذلك بحسب طلب رئيس الجمهورية نظرا للأوضاع الخطيرة التي خلقها العدوان الإسرائيلي الدموي على قطاع غزة بحيث يتوصل إلى مقترحات تدعم مواقف مصر الثابتة والمستمرة في مواجهته وحماية أمنها القومي وسيادتها على أراضيها ودعمها القضية الفلسطينية وتابع بأنه سيتم مناقشة تفصيلية لما تم حتى الآن من جانب الحكومة في تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من الحوار ووضع دوابط وآلية عمل اللجنة المنبثقة من مجلس الأمناء لمتابعة هذا بالتنصيق مع الحكومة بما يضمن التنفيذ الفعلي والسريع لهذه المخرجات شارك سامح شكري وزير الخارجية في اجتماع مشترك لمجلس الشؤون الخارجية للإتحاد الأوروبي مع عدد من وزراء الخارجية العرب وأمين عام جامعة الدول العربية للتباحث حول الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة ومصارات التحرك المشترقة بين الجانبين العربي والأوروبي لإحتواء تداعيتها وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية بأن الوزير شكري أكد خلال كلمته ضرورة تدافر التحرقات العربية والأوروبية في ظل الظرف الدقيق الراهن للقضية الفلسطينية والأزمة الإنسانية بقطاع غزة من أجل إذكاء قيم الإنسانية وحقوق الإنسان والتدخل لوقف الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة وتوفير الحماية لأبناء الشعب الفلسطيني ونوه وزير الخارجية أن ما وصلت إليه الأوضاع في قطاع غزة من ارتفاع غير مصبوق في أعداد الشهداء الذين تجاوزوا 35 ألفاً أغلبهم من النساء والأطفال والتي تضع جميع الأطراف الدولية أمام مسؤولياتها القانونية والإنسانية وما سيسطره التاريخ عن ما هي معايير تعامل المجتمع الدولي مع الأزمة الإنسانية في غزة استقبل محمود توفيق وزير الداخلية وزير الداخلية الفلسطيني لبحث أوجه التعاون بين وزارتي الداخلية في البلدين وأساليب تعزيزها بالإضافة لآخر المستجدات في القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك وأكد محمود توفيق وزير الداخلية التزام الوزارة بتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لأجهزة الشرطة الفلسطينية انطلاقاً من الموقف المصري الداعم لأمن واستقرار الدولة الفلسطينية كما أشار إلى تطوير وتعزيز علاقات التعاون الأمني مع الجانب الفلسطيني واستعداد الوزارة ومعاهدها التدريبية لاستقبال كوادر الشرطة الفلسطينية وتأهيلهم في مجالات العمل الشرطي